السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعين الكرام نتمنى من الله عز وجل تكونوا بي خير وعلى خير وانتو ما كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال فمن بعد ما خجوا مواقع الكترونية اللي كبيرة ونشروا باللي والدين رايان صرحوا باللي ما توصلوا بحتيش حاجة لمن عند المشاهير ولا من عند المواقع الإعلامية فخليكم معايا اخوتي باش شوفوا شنو كان رد الفنانة دنيا باطمة فمن بعد ما انتاشر باللي والدين رايان ما سوصلوا بحتيش حاجة من عند اللاعب عبد الرزاق حمد الله ولا الفنانة دنيا باطمة فهد الموضوع خلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وخلى رواد مواقع التواصل يهجموا على الفنانة دنيا باطمة وعلى اللاعب عبد الرزاق حمد الله وقالوا ليهم علش كتبتوا علينا وعليش استغليتوهم وبغيتوا تدروا بهم غير البوز فهد الشي خلى الفنانة دنيا باطمة تخرج على السمس ديالها ونزلت الدليل اللي غادي تشوفوا معايا باللي تواصلت مع اب رايان وصيفتات اللي مبلغ مالي اللي فيه الاسم ديالها والاسم دياله غير هي درقات المبلغ المالي حيث ما بغايت حتياشي واحد يشوفو فكيف ما قلت لكم أخوتي باللي هاد الخبر خرج فقط من عند مواقع إلكترونية اللي كبيرة ما خرج حتياشي فيديوكي والتقبل لي والدين رايان قالوا ما توصلوا بحتياشي حاجة من عند الفنانة دنيا باط محلسية أول وحدة خرجات ودفعت على راسة وحطت الدليل فكيف مشوا من بعد ما الفنانة دنيا باط ما نزلت الدليل فابتسام باط ما الأخت دياله حتى هي كانت تبرعت لهم بمبلغ مالي وحتى هي نزلت الدليل باللي تبرعت لهم فكيف مشوا أخوتي الفنانة دنيا باط ما والأخت دياله ابتسام باط ما نزلوا الدليل باللي تبرعوا العائل ترايان فالله يجعلهم في ميزان حسن عزهم وربما السلطات هالي غدي تكون منعات عائل ترايان باش يصرحوا بحكم انهم ساكنين في ذلك المنطقة وخاوية يقدر يتحجم عليهم شي واحد وكيف ما كنقول لكم أخوتي دائما حتي شي حاجة ما غدي تعود لهم وولدهم للدار للفلوس فالله يصبرهم ساكن شكرا لكم أخوتي على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة